إلى الخليل إلى الخليل حنكون مع طفلة مبدعة عم بتشارك في بطولة كأس العالم في الشطرنج في الهند مؤخرا طفلة هي رندا ناجي سدر 8 أعوام واللي حيكون مع زميننا ساري العويوي وأهلها لنحكي عن هذه الموهبة الجميلة جدا وإن شاء الله بتوصل لدرجات أعلى صباح الخير لإلك ساري صباح الخير إلك ساري صباحك على وتحية صباحية لك ريمة وللمشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة وهذه النافذة من مدينة الخليل وتحديدا من جمعية الشطرنج الفلسطينية وهو أول نادي متخصص في لعبة الشطرنج ويقوم بتأهيل الأطفال والمشاركين أيضا على هذه اللعبة هذا النادي خرج منه العديد من المبدعين في مدينة الخليل وشاركوا بالعديد من البطولات حول العالم آخرها مشاركة الطفلة رندا ناجي سدر ثمانية أعوام في أولمبياد يعني على مستوى دولي ويعني رفعت عالم فلسطين وشاركت في هذه اللعبة وحققت رقم قياسي دعونا نتحدث أكثر مع والد رندا سيد ناجي سدر ليحدثنا عن هذه البطولة وأيضا يحدثنا عن هذه الجمعية أهلا بك معنا في هذا الإطلال يسعد صباحك بداية يعطيك العافظ يسعد صباحك ويسعد صباح جميع مشاهدين قناة فلسطين يعني سيد سدر بالبداية لو تحدثنا عن رندا الآن هي يعني في العمر الثامن من ربيعها أو من عمرها ولكن يعني طفلة في هذا العمر استطاعت أن ترفع عالم فلسطين في هذه اللعبة تحديدا هي ليست سهلة تحتاج إلى الملاء الذكاء تحتاج إلى التفكير تحتاج إلى الوقت إلى الجهد حدثنا عن رندا كيف استطاعت الوصول إلى هذه المرحلة الله يعطيك ألف عافية بالنسبة لموضوع رندا رندا ارتبط وجودها في الشطرانج بوجود إخوتها ووجود نشاط فيه على مستوى المدينة وعلى مستوى الاتحاد الفلسطين للشطرانج اللي ركز من أربع سنوات على الاهتمام بفئة الشباب وصغار العمر على أساس أنه يشتغل بخطة استراتيجية لتشكيل منتخب قوي قدر يمثل الفلسطين خير تمثيل في المحافل والمشاركات الدولية رندا من سن صغير هي موجودة في عائلة شطرانجية احنا جميعنا منلعب شطرانج في مستوى العائلة أخوها حقق بطوة العرب ثلاث مرات وكاننا الشرف أنه كنا موجودين في قناة فلسطين عملنا تقرير عن موضوع النادي وعن موضوع نشاط الشطرانج واكتشفنا البنت أنه عندها موهبة إضافية بالزيادة شوي اهتمينا فيها ومثل بباقي الطلاب أثبتت جذرتها وجابت مراكز عائلية وآخر نتيجة أخذتها أنها طلعت الثانية على مستوى فلسطين للسيدات وهذا اللي أهلها المشاركة في الأولمبياد العائلة للهند وهي بالمناسبة تصنيفها رقم اثنين على مستوى العالم في الشطرانج رقم اثنين على مستوى العالم هذه البطولة كانت في الهند حديثنا أكثر عن هذه البطولة وكيف كانت أجواءها المنافسة الدول التي شاركت الألعاب التي خاضتها هذه الطفلة في الهند بالنسبة للنبياد العالمي للشطرانج هو أكبر حدث الشطرانجي على مستوى العالم بتم إجراءه كل سنتين وكان المفروض أن يكون البطولة في روسيا ولكن بسبب الأحداث الحرب الأخيرة في منطقة البلقان روسيا تم نقلها إلى الهند طبعا شاركت في هذه البطولة تقريبا 190 دولة بفريقين بمنتخبين منتخب للرجال ومنتخب للسيدات وهي بطولة فراقية يعني عمليا منتخبات بتلعب ضد بعض وبالنسبة لرندا إنها تشارك في العمر هذا كان هو هذا الحدث التاريخي في الألومبياد إنه بنت عمرها ثمان سنوات بتمثل دولة اسمها فلسطين في الألومبياد كان هذا حدث تاريخي جدا إنها كانت أصغر لاعبة على مستوى التاريخي للبطولة طبعا كان الحدث أخذ شكل ورندا كانت هناك موجودة كتريند وكان شعار البطولة ارتبط في رندا وارتبطت اسمها في كل الأخبار وكان السؤال اللي بنطرح هذه البنت من وين؟ يعني هذه البنت من وين؟ نعم فرجعنا حكينا إنه فلسطين ياسر عرفات المقاومة الاحتلال وكان فيه يعملوا معها يعني لقاءات صحفية كثيرة بخصوص موضوع إنه كيف الشطرنج كيف الاحتلال كيف التضييقات فرجعنا عمليا إحنا أبرزنا موضوع الاحتلال وموضوع أهمية القضية الفلسطينية للعالم أجمع والحمد لله كان نجاحنا كتير مميز عمستوى النتائج وعمستوى نشر قضيتنا ونشر معاناتنا وإشكالياتنا مع الاحتلال لدرجة أنه خلال على مواقع التواصل الاجتماعي صار دار شجار بين مغردين متعاطقين مع القضية الفلسطينية وإسرائيل الإسرائيليين ادعوا إنها هذه البنت بنت إسرائيلية من مدينة الخليل على اعتبار إنها الخليل هي أحد المدن الإسرائيلية وهذا الحكي تم نفيه وتم توضيحه للمجتمع الدولي إنه إحنا عمليا ناس تحت الاحتلال وإحنا ناس مقاومين سيد سيدر يعني رندة استطاعت أن تولد الأمل رغم الاحتلال ورغم يعني أطمع الاحتلال وقمع الاحتلال وكل يعني هذه الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا دعني أتحول سريعا إلى لندا إلى رندا وسأعود لك لنكمل هذا الحديث رندا صباح الخير كيف حالك؟ نيح تحكي لنا عن المشاركة اللي شاركتها في الهند؟ هلو كنا نلعب شو فزتي تنين ونص كيف تعلمت الشطرانج؟ رحت عدورة أهل البيت عندكم بلعبوا الشطرانج كمان؟ نص تحب تلعب شطرانج أنت؟ أه شو السبب؟ ليش بتحبيها؟ إنه حلو طيب انبسطت لأنك مثلت فلسطين في العالم اه شو كان شعورك لما فزتي ضيب؟ حلو راح تكملي؟ اه لا لوين ديك توصلي شو هدفك؟ ديك تصيري بطلة العالم مثلا؟ هم إن شاء الله طيب رندا شكرا منالك التوفيق منعود لسيد ناجي سيدر يعني رندا استطاعت يعني 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 رغم الاحتلال ورغم مضايقاته على الشعب الفلسطيني استطاعت أن تظهر بصورة هذا الإبداع لطفلة في هذا العمر وحققت هذا الإنجاز نحن في جمعية فلسطين للشطرانج وأنتم في هذا النادي يعني ربما ترعون هذه الفئات العمرية حدثنا أكثر عن هذه الجمعية كيف يعني يستطيع أي مواطن اللجوء إلى هذا النادي بالنسبة لجمعية فلسطين للشطرانج هي أول نادي متخصص على مستوى الوطن متخصص في الشطرانج تم تأسيسه سنة 2016 من خلال لجنة وهيئة تأسيسية من قامات موجودة في البلد مهتمة في موضوع الشطرانج ومن سنة 2017 لليوم عملنا شغالين على موضوع إعداد الكوادر لتطويرهم في مجال الشطرانج وكان آخرها أن استطعنا الحمد لله بمساعدة شركة ريال أنه نجهز مقر متخصص للشطرانج وهذا المركز بعمل دورات بشكل مستمر ويريت إذا بيسمح المجال سنكون مع محمد سريعا ولكن سيد سيدر أهدافك أيضا لأطفالك محمد أيضا في هذا المكان هو شقيق رند ابنك أيضا حقق قبل ذلك بطولات سابقة وأيضا أنت الأهداف التي وضعتها لهؤلاء الأطفال وكيف يمكن أن نصل إلى العالمية بهذه الفئات العمري كانت بدايتنا كانت مع محمد وهانت فكرة محمد كانت تجربة رائدة على مستوى نشاط الشطرانج في النادي وفي المحافظة وعا مستوى الوطن محمد حقق أول ذهبية لفلسطين في بطولة العرب وطبعا تبعها بكمان بطولتين أخذ فيهم البطولات الذهبية المدالية الذهبية لفلسطين وكان هو عملية الأيقونة والحافظ لكل الشباب لزار نحن بتعلم الشطرانج فالخمات موجودة عنا ولكن دائما في عنا إحنا عنا إشكاليات في بعض المواضيع اللوجستية والتمويل المتعلق في موضوع الشطرانج لأنه أي رياضة لما أنت بدك تفكر تتوجه للعالمية في متطلبات ولازم تكون في عندك خطة طويلة الأمد تشتري عليها لتتحقق إنجازات وإن شاء الله إحنا ماشيين على الطريق ونتمنى أن الجهات الإعلامية توصل رسالتنا أنه في عنا هون شباب زي الوارد خير سفراء لدولة فلسطين بلعبوا الشطرانج حلو وعندهم قدرة إنهم يحللوا ويطلعوا بشغلات حلوة تمثل فلسطين بشكل جيد في جميع المحافر نتمنى لهم التوفيق شكرك سيد ناجي سيدر أتحول إلى السيد محمد القواسم سريعا وهو رئيس جمعية فلسطين لشطرانج لحدثنا عن هذه الجمعية أهدافها تطلعاتها والرؤية للمستقبل سيد محمد صباح خير أعطيك لها يسعد صباح خير أعطيك لها تحدثنا سريعا عن هذه الجمعية وكل الأهداف التي وضعت لها جمعية فلسطين الشطرانج هي جمعية متخصصة فقط في الشطرانج عندها نخبة من لاعبين مميزين فلسطين يعني منتخب فلسطين كانت تلتين وهو من فريق جمعية فلسطين الشطرانج بفضل ربنا وبجهودهم حققنا نتائج جدا مميزة جبنا نتائج ذهبيات مستوى العرب جبنا نتائج على مستوى العالم يعني السنة جبنا التانية على مستوى العرب هذا كان يعتبر إنجاز تاريخي جدا في طول العالم السنة في الهند حققنا على لقبين WFM هذا لقب في حياة معمره صورة فلسطين ويعتبر كانت ألقاب تاريخية عندنا خائمات جدا مميزة وإذا نشغل لها صح لقى الدعم ممتاز رح تصل لأشي جدا معمره هذا وصله إن شاء الله أشكرك السيد محمد القواسمي رئيس الجمعية جمعية فلسطين للشطرنج إذن مشاهدين الكرام نتمنى التوفيق لهؤلاء الأطفال وتمثيل فلسطين عالميا والجميع هنا في هذا المكان يحتاج إلى الدعم لرفع علم فلسطين في كل المحافلة الدولية وتمثيل فلسطين في هذه اللعبة لعبة الشطرنج إلى هنا مشاهدين الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الاطلالة وهذه النافذة من الخليل أشكركم على طيب المتابعة وعود الآن إلى الزملاء في سيدواتنا في مدينة رمال ليس سعد صباحكم من جديد